إلى موضوع آخر ففي زيارة رسمية للنمسا بحث كاتب الدولة للشؤون الأوروبية التهام العبدولي مع مسؤولين نمساويين خطة حكومة الترويكا في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وتناولت المحادثات والتعاون بين تونس والنمسا لا سيما في مجالات السياحة والطاقة المتجددة مراسلنا عبدالوهب القايد ومواكبة للزيارة زيارة سيد التهام العبدولي إلى مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أظهرت أهمية العلاقة التي تربط بين تونس والوكالة كما أثمرت عددا من اتفاقات التعاون بين الجانبين تونس شريك هون هام واتفقنا على زيارة لي قريبا إلى تونس التي تتوفر على كفاءات عالية وسوف أبحث في زيارتي هذه سبل المساعدة على بناء مركز لمعالجة الأمراض السرطانية في المناطق المحرومة صندوق أوبيك لتنمية الدولية أوفيد ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي شكلت أحدى محطات هذه الزيارة حيث آرب الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي لامبارتو زانير عن حرس المنظمة على مواصلة دعم المسار الديمقراطي في تونس وتقوية علاقات الشراكة بين الجانبين سبل تعزيز العلاقات بين النمسا وتونس في مختلف المجالات الأسيام الاقتصادية منها وتطورات الأوضاع في المنطقة كانت في صلب المحادثات التي أجرعها كاتب الدولة التونسي مع المسؤولين النمساويين والتي أسفلت عن عدد من اتفاقات التعاون بين الجانبين تناولنا بجدية وبموضوعية كل المشاكل السياسية الطارئة في المنطقة من مثل المسألة الليبية المسألة المصرية والمسألة السورية أهم الأشياء الخاصة التي تناولناها اليوم هي كيفية تفعيل اتفاق قرض مسهل جدا بما قيمته 75 مليون يورو وكان هذا القرض قد تأخر منذ سنة 2009 الأمر الآخر الأساسي هو أنه طلبنا بأن تتحمل السلطة في النمسا مسؤولية الإنفاق على بعض جرحى الثورة التونسية وهم يدرسون الموضوع والإجابة مبدئيا هي إيجابية في انتظار أن نرسل بعض الملفات تحركات نشيطة للديبلوماسية التونسية في النمسا أسفرت عن نتائج جد إيجابية تعكس تزايد ثيقة المجتمع الدولي بالمسار الديمقراطي في تونس ما بعد الثورة من العاصمة النمساوية فيينا عبد الواب الجيد التلفزة الوطنية التونسية